موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجنا الأسبوعي المتجدد على مات الساعة من منظور عصري واقعي نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم على هاتف البرنامج فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1436 عام الشذوذ الجنسي اللواط اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء وفي حلقة سابقة تكلمنا عن مقدمة ماذا حل بقوم لوط وما كان مصيرهم وهذه قرى قوم لوط البحر الميت ليست ببعيدة عننا الكل يراها وينظر إليها الكل قد زارها وهي أخفض منطقة على وجه الأرض في أدنى الأرض وهذه آية من آيات الله عز وجل هؤلاء القوم الذين كانت لهم أندية خاصة اسمها نوادي المنكر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا القرآن الكريم عندما قال وتأتون في ناديكم المنكر أيها الإخوة والأخوات نذكر بعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطبقها في الواقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار لاحظت خمسا استحلت يعني حرام الآن يصبح في عصرنا الحاضر حلال الحرام يستحل الحلال يحرم إذا فعلت أمتي إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار إذا ظهرت تلاعن والتلاعن الآن موجود الصغير والكبير وشرب الخمور وهي مسموح بها ولبسوا الحرير للرجال واتخذوا القيان المغنيات واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ورح أعطي إحصائيات رهيبة جدا بعد ما نذكر مجموعة من أحاديث النبي عليه السلام إحصائيات عالمية رهيبة جدا في هذا الموضوع واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها ملك الصغار أو الصبيان ملك الصبيان ومؤامرة النساء شوف قديش الآن عندنا مؤامرات تحصل ابحث عنها سببها من هو المتسبب فيها وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه والذي بعثني بالحق لا تنقض الدنيا هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف لاحظ مسخ خسف قذف المسخ الأجسام الأشكال العقول التصرفات الخسف بسبب المعاصي كما حصل مع قوم لوط والقذف دائما العقاب من السماء من السماء الآن عندنا في حالة القنابل من السماء الراجمات من السماء الآن كثير من ما ينزل على البشرية من عذاب هو من السماء قال ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا رأيت النساء ركبنا السروج وضحناها في حلقة سابقة كان زمان السروج المقصود فيها الخيل واللي الآن عندنا عدد كبير من النساء فارسات الفارسة اللي بتركب الخيل طبعا من الذي يدربها من الذي يعلمها من كذا إلى غير ذلك وكثرت القينات المغنيات والآن رح نتكلم عنها إن شاء الله قالوا وفشت شهادة الزور وشرب المسلمون في آنية أهل الشرك اليهود والنصارى الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء لاحظ التركيز على إيش على الشذوذ الجنسي وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لتنقذن عرى الإسلام عروة عروة حلقة حلقة وهاي الآن قاعدين بحاولوا ينقضوا فيها في أكثر من دولة التآمر العالمي اللي موجود الآن إيجاد قضايا تثور الناس ضد الإسلام والمسلمين هذا كله حلقات حلقات من الذي يقوم فيها عرب ومسلمين هم الآن الهدف حتى الآن عملية نقض لعرى الإسلام لحتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول عبد مهما يعني ما يستجريش يتكلم أسكت وإذا تكلمت أنت إرهابي أسكت أنت متآمر أسكت أنت مش وطني أسكت أنت بك تخرب البلد هذا الآن اللي موجود اللي بدأنا نلاحظ الآن بوادره ولتركبن السنن من الأمم قبلكم حذوى النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم لا يخطئ أنكم حتى لو أن أحدهم أو كان قبلكم من الأمم أمة يأكلون العذرة البول البراج رطبا أو يابسة لأكلتموها تقليد أعمل فرنسا تقليد أعمل أمريكا تقليد أعمل اليهود تقليد أعمل كل مشرك لكن في ميز للأمة وستفضلونهم بثلاث إحنا كأمة محمد عليه السلام يعني راح يطلع إحنا نبتدع ثلاث قضايا خسال لم تكن في من كان قبلكم من الأمم نبش القبور ولذلك نحن عندما ندرس في الفقهة في مادة العقوبات من ناقش قضية اللي بنبش القبر شو حكمه هل القبر يعتبر حرز ولا غير حرز اللي كان فيما مضى ينبشون القبر من أجل أن يحصلوا على الكفن لأنه في حالات معينة كان الكفن له قيمة كبيرة ليس كأيامنا هذه مثلا في القاهرة أصيبت بوباء زمان في سنوات في العصور الماضية كل يوم كان يطلع من مدينة القاهرة ستمائة جنازة بسبب الوباء من كثرة الوفيات لم يجدوا الكفن فكانوا يأخذون الميت إلى المقبرة يضعونه في القبر ثم يشلحون الكفن حتى يكفنوا فيه رجلا آخر أو امرأة أخرى هذا كان له قيمة عندنا موجود نعم ولذلك الآن بناقشوها بشكل كبير جدا عندنا الفقهات الأمر الثاني وسمنة النساء تسمن الجارية حتى تموت شحماء يعني من السمن من النصاحة الآن بتموت بسبب السمن الأمراض الكوليسترول الدهنيات عدم القدرة على الحركة عدم القدرة على المشي عدم تحمل الساقين للكتلة الضخمة جدا هذا كله أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحدد هنا حتى هذا الحديث سمنة النساء تسمن الجارية حتى تموت شحما يعني مش قادرة تقاوم الطعام يعني على مسافة الأربع وعشرين ساعة ايد الواحد بثمه مش ملاحق على الأكل بطل ما فيش الآن الراحة ما فيش استقرار ثم ذكر وحتى يكتفي الرجال بالرجال والنساء دون النساء والنساء بالنساء دون الرجال هذه الأمر الثالث وهذا موجود أيما الله إنها لكائنة ولو قد كانت يعني في الأمم الماضية خسف بهم ورجموا كما فعل بقوم لوط والله ما هو بالرأي ولكنه الحق اليقين هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا الأحاديث كلها تركز على الشذود الجنسي لاحظ حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يستغني الرجال بالرجال حتى يستغني النساء بالنساء والرجال بالرجال والسحاق زن النساء فيما بينهن بدنا شو نفصل واضح تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة فمنها يعني أمور ذكرها النبي عليه السلام نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها ونحن نسأل بشكل كبير جدا عن هذا الفعل القبيح هذا الفعل المحرم بعض الناس يعتقد أن زوجته تطلق هي لا تطلق بهذا الفعل لكنه ارتكب كبيرا ملعون من أتى امرأة في دبرها من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذن هي جريمة من الجرائم التي ارتكب بعض الأزواج هذا بين الزوجين وهي جريمة من الجرائم وهي السبب رح نذكر الآن ما هي الأمراض المترتبة على ذلك يقول صلى الله عليه وسلم وذلك مما حرم الله عز وجل ورسوله ويمقط الله عليه ورسوله يعني الله بمقط هذا الفعل القبيح اتيان الرجل زوجته في الدبر ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ويمقط الله ورسوله على ذلك يعني ارتكبنا حرام آخر ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقط الله ورسوله وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا يعني ارتكبوا جريم من الجرائم ارتكبوا مصيب من المصائب محرم من المحرمات والحديث الأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تكافأ الرجال يعني اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ورغبت العرب في آنية الفضة فلينتظروا عند ذلك خسفا أو قذفا أو مسخا أيها الإخوة وإخوات دعونا نذكر بعض الإحصائيات في العالم الذي نعيش فيه الآن القرن الواحد وعشرين ملك زواج المثليين الآن حتى المثليين الشاذين جنسيا لهم ملك اسمه كيفين بالوت إذن حتى وضعوا لهم الآن ملك للشاذين جنسيا عدد الشاذين في أمريكا وصل إلى خمسين مليون شاذ جنسيا سدس أمريكا شعب أمريكا شاذ جنسيا وحاكمين العالم هاي المصيبة خمسين مليون هامل صاقب منحط أخلاقيا ويحكمون العالم سدس شعب أمريكا شاذ جنسي يعني الصاقط لا أخلاقي ويحكمون الشرق والغرب لحظ من موظفين رئيس أوباما وحده في البيت الأبيض ما شاء الله ملي وخمسين شاذ جنسيا هذا هو دحول بطانة رئيس ولذلك أوباما الآن يشجع على الشذوذ الجنسي ويشرع تشريعات من أجل حمايتهم هاي أوباما يؤيد زواج المثليين وإدارته تدافع عن تشريعه عن تشريعه في أمريكا وزير خارجية ألمانيا ما شاء الله وزير خارجية ألمانيا يتزوج من صديقه بحضور دعا عدد المدعوين عشرين شخص وزير خارجية ألمانيا أربعة أربعة عشر دولة أباحت في تشريعاتها في قوانينها الزواج المثلي الشذوذ الجنسي يعني بمعنى رجل الزوج رجل جائس امرأة الزوج امرأة جائس عندهم في القانون في التشريع التشريع هذه الدول اللي موجودة الآن نسبة العدوى من خلال الشذوذ الجنسي للإيدس في إنجلترا 89% يعني من المصابين بالأمراض الإيدس 89% سببها الشذوذ الجنسي في بريطانيا و 73% في أمريكا هذه مصائب الآن سببها الشذوذ الجنسي سوى لما 89% كل 100 مريض بالإيدس منهم 89% سببها الشذوذ الجنسي في أمريكا 73% من المصابين بأمراض بمرض الإيدس سببها الشذوذ الجنسي الشذوذ الجنسي 92% من الشواذ في أمريكا ينتحرون لبعدهم عن الدين 92% انتحار ونسأل الله المزيد 97% من شواذ أمريكا يزورون أطباء نفسيين 97% يعني تتصور الآن لما يكون عندنا خمسين مليون كم واحد بيزور الأطباء النفسيين ولذلك في أمريكا من كثرة الأمراض النفسية في عندنا عيادات بين كل عيادة وعيادة اضطروا أن يفتحوا عيادة جديدة لأنه بطلت العيادة تلحب المستشفيات التي تعالج الأمراض النفسية المستشفى أقل مستشفى عندهم مثل المدينة الطبية عندنا هنا في العردن هذه كلها للمصابين بأمراض نفسية 97% ربع الجنود الأمريكيين لا يعرفون من هو أبوهم يعني 25% ربع الجنود الأمريكان ربع 25% من أبوه مش عارف من أبوه ولذلك هناك عندهم مصيب وهذا سبب من أسباب الأمراض النفسية لما ببدأ يتسأل وين أبوي من هو أبي أين أبي وين ذهب أنا مين مش عارفين لا إجابة لا إجابة 26% من الأمراض في أمريكيا هي جنسية هذا على مستوى إذا بدنا نأخذ السرطان السل إلى غيره يعني نسبة أكثر من الآن 26% سببها أمراض جنسية نص مليون حالة اغتصاب في أمريكا سنويا هذا اللي يعلن عنه اللي بتصل للمغافر للشرطة التي تصل للجهات الأمنية الآن عندنا نص مليون حالة اغتصاب أما التي لا تصل حدث ولا حرج نسبة الخيانة الزوجية في أمريكا وصلت إلى 60% كل مئة امرأة 60 وحدة خائنة لزوجها أو الزوج خائن لزوجته 80% من شباب أمريكا دون الثمنتعش في المدن الكبرى مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وارتكبوا جريمة الزنا 80% يعني مصيبة من المصارب وفي المدن الصغرى 33% هذه القرى المدن الصغرى ثابت القرى عندنا 33% أصيبوا بيش الآن ارتكبوا جريمة الزنا في تلك المناطق 24% من العائلات الأمريكية لا تعرف لقب الأب ما عندهم مش أب إيه لمن ينسب مثل عندنا الآن أبناء الزنا صاروا يعطوهم أسماء رباعية أو ثلاثية مين أبو لا يعرف من هو أبو وين عاش مش عارف وين أمه مش عارف وين أمه مين أبو مش عارف أبوه لا تعرف لقب الأب ولا يوجد فيها أب أصلا لأنها حملت من السفاح حملت من الزنا وبينا في حلقة سابقة كثرة أولاد الزنا خلينا نركز هنا في عندنا 20% طبعا 20% من بعض الإمارات أو الدول العربية الدولات العربية في عندنا 2% من سكانها مستوردات مستوردات زانيات يعني يعملنا في نواد المنكر المحرمات 30 ألف في دول صغيرة من الدول العربية أو الإسلامية 30 هذه مصيبة 30 ألف بروتوكولات بروتوكولات حكماء صهيون بيقول استغلال الفضائح ونشر جراثيم الجنسية وغير ذلك من القبائح مع الاحتفاظ بالمظهر الخارجي للمسرح السياسي حتى هنا عندنا أولاد الحرام حتى يكثروا أبناء الحرام نشر النظريات المفسدة والمبادئ الهدامة هذه بروتوكولات حكماء صهيون اللي سنة 1897 اللي تم اكتشافه في إحدى الدول الأوروبية 250 مليون دخل مؤسسات الدعارة وأجهزة الأجهزة الإعلامية اللي بتروج للفساد الأخلاقي عدد هائل جدا لكن أعجبني كلام لنائبة أمريكية وبدنا نربطها الآن مع واقعنا الذين عيشوا فيه هذه النائبة الأمريكي نائبة في الكونجرس عن ولاية أكلاهوما تتلقى تهديدات بالقتل لقولها إن الشذوذ الجنسي أشد خطرا على الولايات المتحدة من الإرهاب الإسلامي إحنا إرهابيين الشذوذ الجنسي في أمريكا أشد خطرا على أمريكا من الإرهاب الإسلامي إحنا اللي رحنا غزينا أمريكا إحنا اللي رحنا قصفناها ودمرناها إحنا اللي رحنا الآن قتلنا أبنائهم ونسائهم أطفالهم إحنا اللي دمرنا بيوتهم إحنا اللي ما خلناش عندهم بعمود كهرباء ولا تلفون كما فعلوا في العراق إحنا الإرهابيين وهم مساكين هذه طبيعة من الطبائع كيف تتغير الأمور هذه النائبة تتلقى تهديدات من الشاذين جنسيا بتصفيتها إن لم تتورع إن لم ترتدع عن محاربتهم لكن هي بتقول لك هم أشد خطرا على الولايات المتحدة من الإرهاب الإسلامي والله لا نعرف الآن كيف الأمور تتغير من هو الإرهابي اللي قتل الأطفال أليس هو الإرهابي إحنا تعليماتنا اللي أمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا راهبا لا تقطعوا شجرة لا لا هذه اللآت الموجودة عندنا في الإسلام بينما عندهم أمرهم أقتلوا اقتلوا دمر احرق لا تبقي شيء لا تبقي ولا تذر هذه وظيفتهم هؤلاء اللي هم الإرهابيين ونحن نعتقد أنهم هم أساطين الإرهابي في العالم هذه الدول اللي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إذن هنا تقول هذه واعتبرته نقرة الموت الأمراض الجنسية في أمريكا في أوروبا نقرة الموت بالنسبة للدولة كاملة ويؤدي هذا العمل إلى الإحباط والانتحار والأمراض أكثر من غيرهم خلينا نشوف الآن نخلينا مع النائبة الأمريكية اللي بتحذر الآن من أمرين تحذر من الشدود الجنسي وتحذر من الإرهاب الإسلامي خلينا نتكلم الآن عن اللي طلعوننا الآن تعين الصحيفة اللي أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا بدي أسأل سؤال لو أن مسلم شتم المسيح عليه الصلاة والسلام ما هو حكم الشرعي إحنا نقول إنه كافر المسلم إذا شتم نبي من أنبياء الله ارتكب جريمة من الجرائم إذا شتم موسى عليه الصلاة والسلام ارتكب جريمة من الجرائم نحن نحترم الأنبياء والرسل أيًا كان عددهم 124 ألف كلهم نؤمن بهم ونؤمن بالرسل الذين ذكرهم القرآن الذين قصهم وكل نبي وإن لم يقصصوا إذا ثبت عندنا بدليل أنه نبي لكن هؤلاء لا يعرفون وأنا بدي أذكر الآن بعض القضايا اللي موجودة لهؤلاء الأرهابين أنا أطلق أنا أسميم أنهم هم الأرهابيون هؤلاء الذين يصطنعون المشاكل لإعادة احتلال بلادنا أنا عندي قناعات أن هذه الصناعة يصنعونها يقومون بها من أجل إعادة احتلال عالمنا العربي والإسلامي هؤلاء لا يعيشون إلا على القتل والدمار من هو الإرهابي عندما الآن نذكر بعض القضايا هل الآن يعتبر عندنا البابة اللي قدم استقالته البابة الماضي اللي قدم استقالته لأول مرة بتاريخ الكنيسة تقريبا لماذا قدم استقالته ما هي الأسباب ألم تهجم عليه امرأة أثناء وهو يسير وأرادت أن تضربه وتصفعه ما هي الأسباب ابحثوا عن الأسباب هذا الرجل البابة يعطي محاضرة في ألمانيا اللي الآن بتجيش الناس على المسلمين على الإسلام والمسلمين بيقول هذا البابة أساء البابة في محاضرة وأعطي محاضرة مش موعظة مش كلام سريع إنما محضر لها الآن بيجيب كل شيء بده إياه شو بيقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي بجديد ولم يأتي إلا بما هو شر أو غير إنساني هل تصل هذا من إنسان مثل هذا الرجل رأي الكنيسة في العالم أن يتكلم وأن يشتم النبي عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بجديد ولم يأتي إلا بما هو شر من هو الشر سكوك الغفران التي كان يصدرها أسياده أليست هي الشر القتل والدمار ومحاربة العلم أليست هي الشر يقول الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف وإنه دين عنف ودم أنا بسأل البابا كم مليون أوروب قتل في الحرب العالمية الثانية 45 أكثر من 45 مليون أليست أنتم الإرهابيون في الحرب العالمية الأولى أكثر من 15 مليون وهي بين النصارى ألستم أنتم الإرهابيون ألستم أنتم الذين تقتلون وتستخدمون كل أنواع العنف أليست هذا هو الإرهاب إذا كان الإرهاب إن لم يكن هذا الإرهاب فما هو الإرهاب هل نحن غزوناكم في ألمانيا ولا في أمريكا ولا في فرنسا إحنا لم نغزوكم أنتم غزوتمونا أنتم نشرتم الرعب نشرتم الجرائم يتنتم الأطفال رملتم النساء دمرتم المساجد دمرتم حضارة كبيرة جدا في عالمنا هذا كلامه انظر ثالثا بقول صورة لله في العقيدة الإسلام لا تتماشى مع العقل أنا أسأل البابا عندنا في القرآن الكريم ثلاثمائة آية تتكلم عن العقل ومشتقاته عندنا لا يكن أحدكم إن معه لا يكن أحدكم إن معه العقل عندنا مناطق تكليف أما عندكم أو أنت هذا المحاضر فأنت لا عقل لك لأنك غير موضوعي ولا تعرف معنى الموضوعية أنصحك وأنصح غيرك أن تقرأوا كتاب محمد في الكتاب المقدس الذي ألفه رئيس الكنائس الأشورية في العراق وفي إيران بن يمين كلداني محمد في الكتاب المقدس أنصحكم أن تقرأوا كتاب لإبراهيم خليل فليبس محمد في الكتاب المقدس كتاب آخر يثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الكتاب المقدس وهو الرقم اثنين في التنصير في مصر وقد أحداه الله للإسلام فأسلم وحضرت أنا وإياه 25 يوم معا وبنيمين كلداني الذي اعتنق الإسلام بعد أن رأى آيات الله عز وجل في التوراة والإنجيل الذي يقودهم إلى الإيمان بالله عز وجل هل هذا عقل ولا مش عقل هذا عقل قال لك إحنا وين إحنا وين لما الآن يبدأ يقرأ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بايرقليط كثير المحامد يخرج من جبال فاران جبل أبي قبيس في مكة المكرمة عندما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغزو فتح مكة ومعه عشرة آلاف وهذا ما نص عليه الإنجيل والتوراة هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هم يقودون ويضطرون إلى الإيمان بالله في حالات كثيرة جدا إذن نحن ديننا دين العقل وليس عندنا خرافات أنا ليست في مجال الرد في هذا الموضوع ولكن لو أردت أن أرد عليهم لتكلبت بكلام من كتبهم يندى له الجبين والله لا يقبله عاقل والله لا يقول به شاعر ماجن أمور كثيرة جدا لكن في وقتها اتهام الإسلام بالجمود وعدم القابلية للتطور هذا كلام البابا نعم اتهام الإسلام بالجمود وعدم القابل للتطور هل الإسلام جامد؟ 14-15 قرن اللي كان جبلنا كل جديد هذه تعتبر أي من آيات الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات نعود إلى كلام كلام زعماء العالم الغربي في حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام صور برلسكوني برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق ورئيس في إيطاليا هذا الرجل اللي حكم عليه بسبب الساقطات اللي اعتدى على بنات قاصرات برلسكوني يقول وصف الإسلام بأنه دين رجعي دين إرهاب إسلامنا دين رجعي أما إيطاليا عندما احتلت ليبيا ودمرت القرى وأحرقتها وأحرقت المحاصيل وقتلت وذبحت هذا ليسوا إرهابيين لما قتلوا آلاف عشرات الآلاف في ليبيا هؤلاء ليسوا إرهابيين لكن نحن كمسلمين إرهابيين نحن غزوناهم رئيس وزراء بريطانيا عندما زار البصرة أثناء بعد احتلال العراق بيقول وأقام قداسا مع الجنود وأنشدوا جميعا لاحظ نشيد رئيس الوزراء مع الجنود مع القساوسة شو بيقول جند النصار الزاحفون إلى الحرب يتقدمكم صليب المسيح والمسيح منهم براء عليه الصلاة والسلام وبظهور آية النصر هربت كتائب الشياطين المسلمين يعني إخوة نمشي على خطى سارة عليها القديسون وحدة الأمل والعقيدة هذا كلام رئيس وزراء بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا في البصرة عندما ذهب ليقيم قداس مع جنوده المستعمر القديم الجديد الذي دمر العراق قديما وجديدا هؤلاء هذا نشيدهم نيكسون الرئيس الأمريكي بيقول قال لقد انتصرنا على العدو الشيوعي ولم يبقى لنا عدو إلا الإسلام ولذلك اتجرأ يشتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتجرأ يعطوا صور كاريكاتيرية عن النبي صلى الله عليه وسلم اتجرأوا الآن على مهاجمة الإسلام والمسلم لأنه ما في حد يدافع عن الإسلام لا حاكم ولا غير حاكم قال مايك رايسكو رئيس حملة الحزب الجمهوري عام 2004 شوف حتى نعرف من هو الإرهابي إن بوش يقود حملة صليبية عالمية ضد الإسلام إذن جورج بوش ولما قال الآن بدأت الحروب الصليبية هذه الحروب الصليبية اللي هم اللي قاموا فيها هم الآن المجرمون هم اللي بيقوموا بعمليات التقتيل ميركل مبارح بالأمس إذا خرجت في مظاهرة على أساس العنف ضد المسلمين أو من أجل الآن أنه المسلمين هنا الديانة الثانية في فرنسا وفي ألمانيا الإسلام شاوة ما أبو لكن هذه ميركل شو بتقول سبق وأنكرمت رسام الكاريكاتير الذي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي محمد بنفس المجلة قدمت له هدية يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم خروج نتنياهو ما شاء الله إرهاب غزة اللي قتل اللي دمر اللي أحياء كامل مسحة في غزة اللي رمى للنساء والأطفال الآن خارج من أجل أربع يهود من قتل أربع يهود الآن هذا خرج الآن على أساس محاربة الإرهاب طيب وين أنت يا وين كنت الآن العالم المسيرات أين كانت من تدمير غزة أين هي الآن من تدمير العراق والسورية هؤلاء لأنهم مسلمين مادام مسلم لا قيمة لدمه لكن لو كان هؤلاء غير مسلمين لقامت الدنيا أربع يهود ولا واحد يهودي هذا يعتبر الآن موجود عندهم لذلك في عندنا هي محاربة الرسول السلام بدلوا بكل ممحهم من طاقة بمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ما في واحد هاجم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وابتلاه الله في الدنيا قبل الآخرة أنا بدي أضرب بعض النماذج على ذلك يوم من الأيام ذكرها الإمام بن كثير رحمه الله هو بن حجر العسقلاني أحد أمراء التتار اللي احتلوا بغداد اللي عاتوا فيها فساد هذا الأمير التتاري تنصر فجاء إليه وفد من النصارى ووقع أحدهم بعرض النبي بدأ يشتم النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يشتم النبي عليه وسلم هذا الأمير التتاري عنده كلب صيد انطلق كلب الصيد على شاتم النبي صلى الله عليه وسلم انقض عليه فدفعوه ثم انقض عليه مرة أخرى حتى أخرج القصب الهوائي بفم الكلب فماد شو بيقول ابن كثير وابن حجر بيقول أسلم في ذلك اليوم أربعين ألفا من التتار أو من الموجودين وكانت آية من آيات الله نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل اللي أساء للنبي عليه صلى الله عليه وسلم اعتنق الإسلام قبل فترة اللي تعدى نمارك لما نشر الصور قال لك يا جماعة أنا احنا من انتقد عدد كبير من الناس ما حد بتحرك ليش لما احنا انتقدنا النبي عليه وسلم تحرك العالم الإسلامي كامل فلما بدأ يقرأ عن الإسلام اعتنق الإسلام وزان المدينة المنورة واعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عندنا ما شاء الله في عالمنا العربي إذا شتمت واحد مسؤول قامت الدنيا ولم تقعد أما النبي عليه السلام ولا حركة شتيمة الله عز وجل لا حركة طبعوا على هذا الأمر أمر آخر لهؤلاء عطوة بن أبي لهب كان متزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فبعد الإسلام طلب والده أبو لهب وأم لهب جميلة من ابنها أن يطلق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أبو لهب أن يقع في النبي يعني اشتم النبي صلى الله عليه وسلم الأختيبة تفضلي تفضلي أختيبة أهلا 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 فيك بكتور بس معلش لعشان خصوص الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا مستغرب بدلينات الدولارات إصرفوها على ليلة راسستانية مشان مفرقعات أما لما أسأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فش حدا تحرك كأنها رجعت نامت الناس وغير هيك يعني لما زكي بن رشيد يعني حكى وعبر عن رأيه في أنه باللي صار بخصوص جماعة أخوان يعني قامت الدنيا وما أعدت يعني أما لما سبوا على سيدة الخلق وسيد الأمة الإسلامية يعني فيش حدا تحرك ولا فيه صوت لا من كبير ولا من نصير يعني أنا مستغرب بليش ليش هيك الأمة والله يا دكتور ما خلى أمريكا قوية إلا لأنه إحنا متخليين عن إسلامنا نعم نعم الله يذكر وهذا تخاذر مننا يعني ويسامحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني والله تقصير مننا يعني نعم نعم مش عارفه أحكي أكتر منه الله يذكر الله يذكر الله يذكر حقيقة نعم الآن لو كانت الإساءة لشخص من الأشخاص لتحرك العالم العربي كله وهذا الآن على شغلات بسيطة جدا فيه بتحركة كاملة نعم نعم لذلك لذلك عندنا حقيقة لما واحد يتكلم على مسؤول المسؤول كل أجهزة الدولة تتحرك لكن للنبي صلى الله عليه وسلم لا حركة لأنهم مطبعون طبعوهم تطبيع كرهوهم بالنبي عليه السلام أرهبوهم جعلوا من يتمسك بدين إرهابي إلى غير ذلك من الأمور حقيقة هذا الشيء موجود لكن دعونا اللي بشتم النبي عليه السلام له عقوبة في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله عتوى بن أبي لهب هذا الرجل لما شتم النبي عليه السلام ووقع فيه وكفر وطلق ابنته استمر في أذال النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام قال اللهم صلط عليه كلبا من كلابك هذا الرجل عندما جاء إلى الأردن عتوى بن أبي لهب سواء كان في جبال الشرى أو في الغويري في الزرقاء وأكثر غالبا هو في الزرقاء الأخ فرح الحمد الأخت فرح تفضلي فرج فرج الأخ فرج الأخ فرج تفضل الله أعطيك رعب يا شيخ حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيد الشيخ الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز إن الله يدافع عن الذين آمنوا نعم وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم نعم أنا بدي أحكي بدي أختصر كثير لكن بدي أحكي للجماعة هذولا اليهود وأعوانهم والنصارى المتشددين نعم بأنه بس يلبس يعني حطوا هاي الكلمات حلق بذانهم ويفطنوا كويس بيشوفوا مين اللي كان في المسيرة معهم ومبارح نعم اللي كان معهم شارك في المسيرة الملك عبد الله ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية هذا الرسول اللي هم قاعدين يسيؤله وجده نعم الملك عبد الله قاعد ينفذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئله قال الله يجزيك الخير الرسالة وصلت الله يجزيك الخير بارك الله فيك حقيقة أخواننا نعم هذا الرجل الرجل اللي هو عطوة بن أبي لهب لما دع عليه النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى الأردن هنا وسمع الصوت أصوات الأسود فمن شدة الخوف يعني لم يستطعني نام فوضعوه إلى داخل على ظهر كنيسة على ظهر كنيسة وأحاطوا به من كل جانب فما كان من الأسد إلا بدأ يشم بهم واحد تل والآخر ثم قفز إلى ظهر الكنيسة فالتقم رأسه رأس هذا اللي هو عطوة بن أبي لهب اللي كان يقول والله ما أظن إلا أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قد أصابتني دعوة النبي عليه السلام أصابت هذا الفاجر الذي شتم النبي صلى الله عليه وسلم إذن عندنا نعم الله يدافع عن الذين آمنوا الله عز وجل هو مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم هذه آية من آيات الله عز وجل التي لابد أن ينصر الله عز وجل هذا الدين بشكل كبير جدا أما حقيقة أحد الأخوة اللي ذكر أو أخت ذكرت عن بعض الدول أنفقوا ملايين نعم حسنا رح نتكلم عن الغناء والرقص الغناء والرقص نعم إحنا عندنا ملايين تنفق على الغناء والرقص والألعاب النارية وإلى غير ذلك هذا كلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن حقيقة أنا أريد أن أذكر في قضية عندنا في الشذوذ الجنسي في الأردن مجموعة في الأردن تعتزم إشهار أول مؤتمر أول مؤتمر أردني للشاذين جنسيا من الذكور هذه مسؤولية الحكومة هؤلاء يعتبروا من أسقط الناس هؤلاء يريدوا أن يهدموا أو أن يدمروا مقومات هذا البلد ولذلك السفهاء يجب أن يحجر عليهم يجب أن يمنعوا من هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم الغناء والرقص قلت الصنابة علم التطريس ما فيش جهاد بدنا نبلش الآن بالغناء والرقص الأندلس التي حكمها المسلمون ثمن قرون ثمنمائة عام عندما كانوا يبنون الحصون والقلاع وصلت إلى حدود فرنسا معركة بلاط الشهداء بواتيه عندما ادكوا وأرادوا أن يفتحوا القنسطنطينية عن طريق المغرب بعد أن استعصى عليهم المشرك هذه اللي هي إسبانيا المسلمين لجأوا تحولوا من بناء القصور من بناء الحصون والقلاع إلى بناء القصور إلى الرقص إلى الغناء كان مصيرهم ما أصابهم ومدينة بغداد كذلك لذلك من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم تقول ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وهاي وضحناها مشروبات روحية يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات النواد الليلية ميتين نادي ليلي ميتين ميتين نادي ليلي شوارع مقدسة شوارع مقدسة أسماء مقدسة لطخوها بكل بمعنى الرذيلة يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرد والخنازير هو عقولهم عقول القرد وخنازير القرد بيحب المال وهضوضبة مجمع أموال تعين النوادي الخنازير لا يغار على عرض لا شرف ولا عرض ولا مروء عندهم وحديث ليبيتن قوما أن هذه الأمة على طعام وشراب ولهو لاحظ الرقص الغناء بده سكارة وقد مسخوا قرد وخنازير كلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحلالهم المحارم المحرمات كلها بصير حلال واتخاذهم القينات رقاصات بحط دساتير دول بحكم بتمول قد عشر تالاف دكتوراه شريعة وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير هذه من علامات الساعة يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين ومتى ذاك يا رسول الله قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربوا الخمور نحن في قضايا لأن ذكرناها في حلقات ماضية لكن الحديث النبوي يشمل مجموعة أحيانا إن في أمتي خسفا ومسخا وقذفا قالوا يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله طيب والله هم يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الآن قال نعم إذا ظهرت المعازف اندرس في المدارس معهد الموسيقى معهد الفن معهد الرقاصات معهد معاهد يصير عندنا الرذيل بتها معاهد الرقص بده معاهد الزينة بده معاهد الفجور بده معاهد إلى غير ذلك والخمور ولبس الحرير وليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف هذه كلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في حديث إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء خمس طوالله الآن موجودات إذا كان المغنم دولا المغنم والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات بالمساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره لأنه مسؤول إذا ما أكرمناهوش ما أعطيناهوش بكرة بتسلط علينا وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات لاحظ اتخاذ واتخذت القينات والمعازف على الموظفات إلى الآن قديش لها بالساعة نفرش لها السجاد الأحمر السجاد الأحمر الآن يفرش إليه ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا هذه كلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرها عندنا شوف حديث النبي عليه السلام إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين دعوة النبي دعوة رحمة مش دعوة عذاب والله النبي عليه السلام أرأف بنا من أنفسنا وأمرني ربي عز وجل بمحق المعزف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية كل محرم أمر النبي عليه السلام الله أمر النبي عليه السلام بأن يمحقه وذكر صوتاني ملعونان صوت مزمار عنده نعمة الزواج نعمة نروح نجيب قربه نجيب رأى مغني نستورد مغني من لبنان ولا من مصر ولا من غيره اعطيه الآن خمسمية ولا ألف ولا ألفين وثلاث آلاف دينار هذه النعمة التي يجب أن نشكرها أن الله عز وجل يسر لنا الزوجة احنا غيرنا تغيير صارت حرام حرام يعني ما خلينا قسم حتى بقدم الخمر وإلى غير ذلك وصوت ويل عند مصيبة إذا أصيب الإنسان بمصيبة التناويح والنواة عندنا حرام وهي من أمر الجاهلية التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز عندما قال الغناء مبدأه من الشيطان مبدأه من الشيطان وعاقبته صخط الرحمن وعاقبته صخط الرحمن إذن هي من علامات السعة استحلال النبي عليه السلام يخبرنا المغنيات الغناء الرقص المعاجف بأي نوع من الأنواع كلها أصبحت الآن تعتبر كالطابع أنا بدا أتكلم الآن أحد الأخوات ذكرت الألعاب النارية يوم واحد واحد كانت تكلفتها 500 مليون دولار 500 مليون أطلق فيها 489 651 قذيفة أطلقت في ذلك اليوم 489 قريب نص مليون قذيفة يعني لو أطلقت على اليهود منحركهم لو هذا المبلغ مبلغ مبلغ خائل جدا الأخ عايد تفضل الأخ عايد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا سعد مساك سيد الشيخ حياك الله يا أهلا فيك من المعلوم أن الأمة الإسلامية تمر في مرحلة صعبة نعم حدثنا من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأنت راجل عالم هل يمكن إن شاء الله أن هذه المحنة تروح عن الأمة الإسلامية وتنتصر إن شاء الله في كريب نعم وشكرا لك سيد الشيخ إن شاء الله خير والله كما أسمعك الآن أن هذا الدين سينتصر إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في حلقات سابقة في خارطة الزمن أننا الآن على أبواب الخلافة الراشدة التي يرضى عنها مالك ساكن السماء وساكن الأرض نحن على أبواب المرحلة الأخيرة مرحلة الخلافة على منهاج النبوة يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض لكن دائما وأنا دائما أشبه أقول الفترة اللي احنا فيها كالمرأة التي يأتيها المخاف مع المخاف ألم بعد الولادة تستريح المرأة التي ولدت وإحنا الآن بانتظار مولود الخلافة الإسلامية على منهاج نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهذا ليس من عندي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث قال ستكون فيكم نبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله ثم خلافة على منهاج النبوة ثم يرفعها الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسد ثم ملكا عضوضا الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية ثم ملكا جبريا اللي احنا فيه بالحديد والنار في عالمنا العربي والإسلامي بالحديد القتل البراميد المتفجرة الدمار الحرق القتل السجن ثم بعد ذلك ثم تكون خلافة على منهاج النبوة يرضى عنها ساكن السماء والأرض الخير قادم بإذن الله عز وجل ولكنكم تستعجلون احنا طبعا نستعجل والله عز وجل لا يستعجل كعجلتنا أنا عندي قناعة أن الله سينصر هذا الدين شاء من شاء وأبى من أبى والله الذي يخسر وسيندم أشد الندم من يتخلى عن هذا الدين وسيخسر وسيندم وسيكون في مذابل التاريخ من حارب الإسلام في يوم من الأيام سيلعن كما لعن أبو رغال وسيرجم كما رجم أبو رغال أبو رغال الذي دل على الكعبة المشرفة بعد أن رأوا آيات الله عز وجل وتم القضاء على جنود أبره الحبشة اختب أبو رغال داخل الكعبة وبعد أيام عندما خرج نزل عليه حجر من السماء فقتله فدفن وكان مأه قضيب من الذهب وكان العرب دفنوا العرب أبو رغال ودفنوا مأه قضيب الذهب وكانوا يرجمونه لأنه أول خائن عربي أول خائن يتآمر على بيت الله الحرام وهم مشركون ولم يكونوا مسلمين لكن النخوة العربية التي عندهم أبت لهم أن يتآمروا على بيت الله الحرام فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقال هذا قبر أبو رغال وقد دفن معه قضيب من الذهب فافتدره الصحابة بأسيافهم استخرجوا القضيب أخذوه أخذوا هذا القضيب اللي اندفن معاه هذا ثمن خيانته ثمن عمالته اللي كان يحطه الآن على لغتنا عصات المرشالي الآن اللي خان الكعب المشرفة اللي بيخون دينه سيلفظه التاريخ وسيرجم كما رجم إبليس كما أننا نرجم إبليس في كل عام في ميناء بكل يوم لبدة أربعة أيام الذين يحاربون الإسلام سيأتي يوم يرجموا بإذن الله عز وجل كما يرجم أبو رغال وكما رجم إبليس إذن الخير موجود بإذن الله تعالى دعونا أيها الأخوة الأخوات الآن إلى اللي هو الغناء اللي الآن مكلف بشكل كبير جدا 500 مليون تكلفة الألعاب النارية واحدها 489 651 قضيفة أطلقت في ذلك اليوم دول كثيرة من اليابان إلى كاليفورنيا شوفوا الغناء أم كلثوم والله أنا سمعتها بأذنى المذيع في الأردن سنة 67 وهم يقولون تقدم يا جيشنا أم كلثوم أمامك في تل أبيب وفي سوريا طائرة الميك تتحدى القدر الإلهي وفي مصر أسكر الطيارون وتم تدمير سلاح الجو المصري كامل حتى يتقدم اليهود أم كلثوم أمامك تعليم الغناء والرقص الآن اللي موجود عندنا والموسيقى في المدارس حتى الآن بدأ شبابي يروحي درسوا البنات كي بدأت ترقص يعني ما ظلش لهو رقصة يرقصوا إياها هذا في مدارسنا احنا في الأردن هنا وهذه تعتبر جريمة من الجرائم وفي عندنا مدارس الآن تم تعيين مدرسين موسيقى كي بدأت يعلمها الموسيقى والرقص وإلى غير ذلك مهرجانات الغناء جراش لفحيص هذا في الأردن في كل دولة من الدول مهرجانات للغناء الرقاصة المغنية الآن يفرش لها بالسجاد الأحمر على حساب الضريبة التي يدفعها المواطن الأردني على حساب لقمة الطعام على حساب المديونية المديونية اللي الآن بدأت تعصف ببلادنا في هذا العام الأردن سيستدين أكثر من ثمن مليارات أكثر من ثمن مليارات من أجل سداد قروض ربوية وفوائد ربوية وإحنا من روح ندفع لمهرجان جراش والرقاصات وإلى غير ذلك من الأمور بروتوكولات حكماء صهيون اللي بتركز على تدمير الأخلاق إلى غير ذلك من الأمور أيها الإخوة الأخوات إلى لقائنا القادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة